أنا خلوني بس أقول كلام في حق سمو وزير الثقافة والله العظيم ليس نفاقاً أو تزلفاً لكنها قناعة شخصية لأني بدأت أشعر بتأثير عمله وانعكاسه الإيجابي على شريحة المثقفين في كل القطاعات بدأوا يشعرون بأنفسهم أنهم موجودين أن في أحد يهتم فيهم أن فيه أمل في المستقبل في تقدير لما يقدمون وما يفعلون شيء مميز جداً حقيقة شكر عميق بسموه الأمير بدراء بن عبدالله بن فرح آل فرحان على هذا الأداء الرفيع سمو وزير الثقافة الحقيقة من أول ما تسلم هذه الوزارة والعمل كثير والنتائج أكثر والانعكاس كما ذكرت إيجابي ولكن اللافت في القصة يعني الله يكتب لهذه الجهود النجاح بعضها نجاح لكن بعضها بدأت ومشاء الله تتكمل اللي بقول أنه أعتقد أن سموه وزير الثقافة يؤسس لمنهج إداري مختلف للوزارات أكيد أول ما يبدأ الإنسان يكون مركزي حتى يتحسس الأمور ولكن الحقيقة فيه سرعة في الأداء وإنجاز كبير بسبب ألا مركزية ركاية أنك تعمل هذه الهيئات الأحداش وتعطي التفويض في الصلاحيات وأنت تصيل الماسترو هذا آداء رفيع حكومي صراحة وآداء يخلق الإبداع والتحدي المفيد وليس الضار فمدرسة مهمة يأسسها الأمير بدر كل التمنيات بالتوفيق شكرا لك من الأعماق فخورين فيك المنتمين للثقافة والإعلام بكل مساراته أتمنى لك التوفيق